دكتور يوسف سليمين موجود معي هلأ بفقرة سانتي اختصاص جراحة البدانة وجراحة سرطان الجهاز الهضمي وموضوعنا اليوم عن سرطان المريء أهلا وسهلا فيك حكيم المريء هو الأزوفاج مثل ما كنت عم تقلي معناتها في نوع محدد من المرض يلي بيسيب هالجهاز هيدا مزبوط موجود رانيا ومارسي على الاستضافة اليوم رح نحكي عن سرطان المريء أول شي رح نعرف شو هو المريء هو عبارة على أن أمبوب عضلة بيربط التم بالمعدي ووظيفته أنه ينقل الأكل اللي منيكله على المعدي عبر حركات عضلية متجانسة أو كونتراكسيون بتدفوش الأكل اللي يوصل على المعدي وبالمعدي بتتم عملية الهضم هلأ سرطان المريء هو بيتكون من خلال تكاتر خلايا اللي هي بتشكل الغلاف الداخلي للمريء وهيدا التكاتر بيكون بطريقة منة منتظمة بتأدي لها تشكيل تورم بالمريء نعم الأكل بيأثير يعني نحنا منعرف أنه ما بعرف قدية مظبوطة معلوماتي بس الرفلو أو الاسيديتية اللي بالمعدي هي بتطلع ما هيك على الزوفاج ما نحس فيها أكتر نحن هو السرطان المريء هو في عنا اثنين أنواع نوعين في النوع اللي هو الأدينو كارسينوم اللي هو أكثر انتشارا بالدول المتطورة مثل أوروبا و مثل أمريكا هو بعلاقة مباشرة مع الرفلو أو الاسيديتي وفي النوع الثاني اللي هو الإبي درمويد اللي هو أكتر بالبلدين النامية أو بلدين الدول العالم التالي هو أكتر مرتبط بالتتخين وبالعادات الفيزائية السائقة معلية التغذية إلى تأثير مباشر على هالموضوع أكيد يعني أول شيء السبب المباشر لسرطان المريء هو خلل جينيتيك على مستوى الخلية الواحدة اللي بتشكل النسيج الداخلي للمريء هذا الخلل الجينيتيك بيكون نتيجة عوامل عدة منها هو التدخين وللأسف رانيا بتشوفي عنا بالمجتمع طبعنا هلأ كتير كتران التدخين عند الشباب وخصوص الأرقيلة وهذا شيء مضير جدا والعامل الثاني هو تناول الألكول بكمية كتير كبيرة ثلاثة العادات الغذائية السيئة منها في عالم كتير بتحب تأكل الأكل يكون كتير كتير سخن وهذا بيأزل المريء أو ما بيأكلوا كتير خضرة وفواكه أو أكلهم بيكون فاست فود والفاست فود بيعتمد على اللحومات المبردة اللي بيكون فيها كتير مواد حافظة والأشخاص اللي بيتعرضوا للراديوترابي أو بياخدوا علاج كرميل شي تاني هالأكثر عرضة أنه يصير عندهم سرطان المريء وبيضل الأوبزيتة يعني النصاحة أو البدانة مع زيادة وزن هذه بتشكل عامل ضغط وعامل كتير أساسي بالقنصير الأوزوفاج وأخيرا هو الأسيدة هو الرفلو يعني الأسيد نورمال ما لازم يطلع من المعدة على الأوزوفاج عند الناس النورمال ما بيطلع بينما عند الناس اللي عندهم رفلو أو بيقولوا عندنا حمضة أو عندنا حرقة هالأسيدة بيطلع من المعدة على الأوزوفاج وبيحرق النسيج تبع الأوزوفاج لما بيحترق هيدا النسيج بيصير في تطور للخلايا أو بيصير في نوع خلايا جديد وهيدا بيأدي للقنصير رح ناخد أكتر منك معلومات وخصوصي كمان عن دولات اللي بيعملوا رفلو إذا هنم معرضين ولا لا وإذا بس الأشخاص اللي جينيا هنم محضرين أنه يتعرضوا لهالسرطان أو كل الناس معرضين بس بدي أخذ وقفة كتير صغيرة قبل ما نتابع تبعا حديثنا بفقرة سانتي مع دكتور يوسف سليمين وموضوعنا لليوم هو السرطان المريء أو الأوزوفاج كنا عم نحكي عن الفكتور أو العوامل اللي بتأدي لهالسرطان بس يعني بدي أسأل هل كل الناس معرضين يعني كل شخص عنده عادات غذائية سيئة أو كل شخص عنده رفلو أو كل شخص يمكن عايش بيها البيئة اللي ممكن تكون عم بتضره هو معرض أو لازم يكون أساساً هو عنده الجينات أكيد الفكتور جينيتيك هو عامل أساسي يعني لازم واحد يكون عنده هالفكتور جينيتيك بس أكيد لما بيكون في هذه الأمور البيئية اللي بتزيد الخطر بتزيد الخطر بس ما معناتها كل واحد رح يعمل إجباري يعني إجباري يعمل سرطان المريء هي عوامل بتزيد الريسك بس مش معناتها بتأدي لازم يكون أكيد في فكتور جينيتيك مع الفكتور اللي هي البيئية الموجودة اللي بتشكلها السرطان دكتور فيه أولاد بيعملوا رفلو كتير هل في خوف عليهم يعني هل بيبلش هل أنواع من السرطان عن عمر صغير أو هالنوع لا السرطان إجمالا الأشخاص اللي هني أكثر عرضة للسرطان المريء هني الأشخاص اللي عمرهم فوق الستين سنة بس الأسف في لبنان عم نشوف على أعمار صغيرة مثلا آخر من ثلاث سبيع شفت مريض بالستة وثلاثين سنة لأنه كان عنده رفلو ما كان عم يتعالج مزبوط هاي أهم نقطة يعني لو إذا البابي عنده رفلو وعم بتكون متابعة دايما من البادياتر طبعه وعم بيتابعة دايما مع حكيم جاسترو بادياتر أو حكيم معدي للأطفال هيدول الأشخاص لما بيتعالجوا مزبوط ما بيوصلوا لأنه يعملوا الكونسير وبعدين من الرفلو لما بيبلش يحترق الخلية طبعية الأوزوفاج بدنا أكثر من عشرين سنة لحتى تتكون الخلية السرطانية كرمال هيك أنه نحن عنا وقت وبس تنكشف أنه في شي عم بتصير عم يتغير بتركيبة النسيش طبع الأوزوفاج في كتير علاجات نقدر نعملها إن كانت ميديكال وإن كانت أندوسكوبي يعني بلنا خلال البنزيم الداخلي بلاجا نشوف هون المريء كيف بيربط التم بالمعدة هيدا الأنبوب العضلة نعم أوكي وهون عم نشوف هيدا الأحمر هو ما نسميه بارت أو لما يكون الاستاد قبل الكونسير يعني كيف بيكون الزهري هو الأوزوفاج النورمال الأحمر هو الأوزوفاج النتيجة الرفلو عمل أزرار بلاش يحترق إذا بدنا نقول أو بيسموه بارت بس هوني بعد ما صار بعد ما صار هيدا ما نسميه أبريا هوني عم نشوف الأسيد بالصورة اللي فوق نورمال ما الأسيد بيكون بالمعدة ما بيطلع على الأوزوفاج بالصورة التحت منشوف كيف الأسيد عم بيطلع على الأوزوفاج عم بيصير في الارتجاع المريئي أو الرفلو ومنشوف كيف الأوزوفاج بيبدأ تغير لونه هلأ هيدا الصورة هيدا مراحل تكون الكنسير دوليزوفاج أو سرطان المريء عندنا المرحلة الأولى تانية تالتة والرابعة ومنشوف هول الخضر من فوق هول العقد اللينفوية من بينين هول اللي بيكبر وهون كل ما يصير عندنا عقد اللينفوية كل ما نكون نحن صرنا بمرحلة متقدمة من سرطان المريء قبل ما نحكي عن العوارض بحب أخذ اتصال ألو ألو بمونجوة بوزورين تفضلي بدي أسأل بس سؤال حكيم أنا عندي رفل كتير أوي ولدرجة بتوصل معي بروح النفس طبعا نعم وما بعرف يعني من وراء الخبرية يعني شي بيفزع بس بدي شوف فيه فيه مثلا علاج أو فيه شي بيقدر الواحد تيخفف من النسبة يمكن أو وقاية أكيد بيروح نفس للآخر أكيد أكيد هو أهم شي المتابعة عند حكيم معدي نعمل أندوسكوبي يعني هو نعمل النظور الأندوسكوبي من التم من شوف الأوزوفاج من شوف المعدي بيبين عنا ديش نتضرر الأوزوفاج وقلت أنه هي مرحلة ريفرسيبل يعني احتراء الأوزوفاج ريفرسيبل يعني ترجع بتحسن إذا المريض اخذ العلاج اللي لازم ياخده العلاجات بتصحح من الرفلو الرفلو منحس كأنه صعب كتير أنه يسيطر علىه بشكل تام هلأ في عنا كذا نوع من العلاج دكتور أنا رح تابع معك بس خلينا ياخد وقفة تانية ومنرش منتابع في فقري تسانتي مع دكتور يوسف سليمان وحديثنا عن سرطان المري يلي سبب من أسبابه هو الرفلو يلي حكينا عنه من شوي شو عوارد سرطان المريء كيف الإنسان بيقدر يعرف أنه بلاش يكون فيه شي غلط مزبوط عوارد سرطان المريء هي جمالها بتبلش بمرحلة متقدمة يعني نحن أول ما بيكون ببلش ما بيكون في كتير عوارد العوارد هي مرتبطة للإفيدوماس طبع التمير طبع الورم بتبلش بصعوبة البلع أو الغصة لما أكل ما حدا كمان معه غصة معنات عنده سرطان مريء يعني بيكونوا عدد عوارد مزبوط بتكون أول شي الغصة وصعوبة البلع المستمرة يعني عطول كما بدي آكل بحس في صعوبة البلع أو ما عم بيمرق الأكلات لأنه نحن نورمال ما ما منحس بالأكل هو عم بيمرق بيصير يحس أنه لا في شي غلط عم بيعلق الأكل ما عم بيقدر يمرق بتبلش على السوريد ببلش على الأكل وبترجع بتنتقل على اللي كيد على الشرب لما بيكبر حجم التمير يعني عم بيسكر هاتيو بيكون عم بيسكر التمير 100% أو بيبلش بألم وجع بالصدر أو وجع بين الكتاف كمان وجع مستمر بيكون دايما وكل ما حدا يأكل أو بيعمل دين وزن لا إرادة أنا بدون ما أكون عم بعمل ريجيم معين أو عم بعمل سبور بصير ينزل وزني بطريقة مفاجئة مثل أي نوع كانسر تاني مية بالمية ومن كمان العوارد طبعيته هو السعلي يعني أو تشردق بالأكل لما بيأكل بيصير بيعمل سعلي وهول بيكونوا نجين يعني ارتجاع الأكل على القصبة الهوائية أو على مجرى الهواء أو من خلال لما بيكبر التمير بيصير في مجرى غير طبيعي بين الترشية بين المجرى الهواء والمريء أو بيكون في بحة صوت يعني بيكون التمير عم يكبر لدرجة أنه يضرب العصب طبع الصوت نعم هؤل هنه الجمالان العوارد بيعمل حرارة؟ بيعمل حرارة لا إلا إذا عمل نيكروز بقلبه أو عمل التهاب بيكون تطور كتير بيكون تطور كتير مية بالمية نعم بعلاجاته هل هنه العلاجات التقليدية للكانس هلا جمالا هنه علاجات عم تتطور أكتر وأكتر علاجات تبعيته حتى الجراحة تبعيته كتير تطورد إذا بدنا نبدأ أول شيء أهم شيء طريقة التشخيص اللي هي من خلال النظور التنظير الداخلي مع بيوبسي مع قزعة لنشوف شوه نوع التمير إذا إبيدرمويد والأدينو كارسينوم أو شيء تاني مثل اللينفوم بس إجمالا هنه الأدينو كارسينوم والأبيدرمويد بنرجع بدنا نعمل مرحلة انتشاره قداش ممتد هيدا التمير نحن بأول مرحلة الأولى التانية التالتة أو الرابعة ومن خلال الستيسكان ومن خلال بيتسكان الصورة الملونة للجسم لنعرف إذا فيه انتشار لمحلات تانية بحالة الانتشار لمحلات تانية على الكبد أو على الرواية أو محل آخر وين بانتشار دغري من بعضه على الكبد إجمالا؟ هلأ إجمالا بيروحوا إني على الكبد أو على أكتر شيء على الكبد بالبيتسكان بنقدر نعرف إذا فيه انتشار أو لا إذا ما فيه انتشار بيكون شيء كتير منيح يعني نقدر نعمله العلاجات اللازمة بالمراحل الأولى الأولى أول ما ننبلش في الجراحة من خلال الفم من خلال النظور منفوت ومنشيل اللازيون بشيل حكيم الجهاز الهضمة الآن بالمرحل الثانية أو لما بيكون بعده ما فيه امتداد على العقد اللينفاوية ولا امتداد لمحال تاني هون بيكون فيه دور للجراحة اللي هي جراحة اللي نحن نعملها من خلال جراح بالبطن وبالصدر لحتى نقدر ننشيل البرتية طبعية الأوزوفاج المضروبة معناتا بتقصر الأوزوفاج مزبوط بقصر الأوزوفاج والبرتية العالية من المعدة وبعلي المعدة على الصدر وبوصلها بالبرتية اللي دلت من الأوزوفاج وبيقدر الإنسان يكون عامل عادي أول أول ثلاث أسابيع بيكون بدو يأكل قصص مطحونة بيرجع بيأكل الأكل عادي بدون أي مشكلة وما فيه علاج معناتا ما بيكون في علاج حسب الجراد طبعا الخزعة بتكون بالآخر إذا تطور للعقدة اللينفوية أو مرحلة الثالثة بس بدون انتشار على الكبد هون لازم نبلش بتراتمون قبل ما نعمل العملية هون بيكون التراتمون بيفيد العملية بيخلينا نقدر نعمل عملية أفضل بيعطي نتاج أحسن للعملية شيميو العلاج هو بيكون كومباند يعني بيكون شيميو وراديوترابي يعني علاج كيميائي وعلاج بالأشعة هني حتى بس يصغر حجمه للتمير أو يصغره العقدة اللينفوية هذا ريبونس بوزيتيف وشي كتير منيح للمريد و للسورفية طبعا المريد ومن بعد هالجراحة كمان بتكمله بالعلاج أيضا حسب نتيجة المخبرية طبعية الخزعة اللي بنكون أخذناها خلال العملية بس بديل فت النظر لشغل كتير مهمة أنه هايدي الجراحة بنقدر نسويها بالنظور من خلال المنظر الجراحي يعني بدل ما نعمل شيء للمريد نتوجع بعد العملية بنقدر نعملها من خلال ثلاثة جروحة كتير صغار بالبطن وثلاثة جروحة بالصدر لأنه العلاج بيكون قلص حجم موظبوط بصير نقدر نشتغلها بالمنظر وأما الساد الرابع بيكون لما بيكون تفشل المراد هون بدنا نروح على العلاج شيميو وراديو ترابي وهلأ صار في الأمينو ترابي تاركت الترابي صار في كتير علاجات بس هون ما بيقعد في جراحة هون ما بيكون في جراحة لأنه هون أكتر عم نخلي المريد نحن نخليه على قيد الحياة قدر المستطاع الجراحة ما راح تكون هاتفيده بتكون بتضره أكتر ما بتفيده يعني بيتوقف انتشار المراد ولكن ما بيشفه ما بيشفه نهائيا نعم ولكن إذا اكتشفنا بالمراحل الأولية وبيكون العلاج كتير منيح للمريد وهون من هيكل منظمة الصحة العالمية خصصت شهر أفريل كرمال التوعي لسرطان المريء لأنه عم بيزيد انتشاره بالعالم ونحن قدرين نتوقع منه نعمل الوقاية لأله الوقاية لأله هي من خلال أنه لما بيكون عندي عوارض الرفلو ما أهملها روح عالجها روح شوف حكيمة يعمل للنظور يعطيني علاج للرفلو من خلال أنه نعمل سبور أكتر وخفف الفكتور دوريس نخفف الفكتور دوريس كلهن نبطل الدخان نخفف ألكول ناكل خضرة وفواكه أكتر ناكل فراش ميت أو اللحم الفراش أو السمك الفراش هؤلن الأساس فينا بدي أشكرك لهذه التوعية لأنه شغلة كتير مهمة لأمش دايما الإنسان لازم ينطل للآخر لحتى يرجع للعلاجات الوقاية هي دايما الأهم ومراعبة حالنا هي دايما الأهم أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف سليمين شكرا لوجودك معنا بريك زغير لمن تبع مات أبسويز